يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول شحنات المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطع غزة المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أرحب بكم وبكل سادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح البري لعلى الملاحظة الكبرى التي لحظناها اليوم هي استفاف عدد كبير من الشاحنات تمهيدا لدخولها لقطاع غزة فهذا يدل على أن المجهود المصري يتضاعف في هذه الفترة نظرا لإحتياج قطاع غزة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية نظرا لنقص الجذاء هناك وأيضا تظهر عدد كبير من المؤسسات الصحية فبالتالي الحاجة إلى المستلزمات الطبية والأدوية يكون بحاجة كبيرة اليوم اليوم أيضا لحظنا دخول عدد كبير من الشاحنات من خلال معبر رفح المصري من ضمن هذه الشاحنات هناك شاحنات تابعة لمؤسسة حياة كريمة وتأتي هذه الشاحنات ضمن الجهود الكبرى التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة في مزيد من القوافل الإنسانية المختلفة لدعم الأشقاء هناك وهذه الشاحنات تتزامن مع وصول عدد من شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى قطاع غزة ضمن القافلة السادسة التي وصلت عبر مراحلها الثلاث إلى معبر رفح البري بالإضافة أيضا لشاحنات الوقود وأهمية شاحنات الوقود في تشغيل عدد كبير من المرافق في قطاع غزة خاصة المرافق الصحية أيضا خلال الفترة الماضية استطاعت مصر أن تدخل ما يقرب من 330 شاحنة إلى شمال قطاع غزة وهذه من المناطق التي يصعب الوصول إليها لكن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية الوصول إلى هذه المنطقة بالإضافة إلى الإسقاط الجوي المستمر على شمال قطاع غزة بالإضافة إلى أيضا استمرار الجرحة والمصابين لازال المعبر يستقبل الجرحة والمصابين وإجراء الفحوصات الأولية داخل المعبر لتحديد الإصابات وإرسال الإصابات إلى المستشفيات المحددة خاصة من الأطفال فبالتالي هناك مجهود كبير يتم داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء والمستشفيات الأخرى لتقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمصابين والمرافقين الفلسطينيين وأيضا وجود الدعم النفسي المختلف لهم داخل هذه المستشفيات إذن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة مستمرة لم تتوقف بل تتضاعف في هذه الأيام لتعمل أشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة لهم هذه الصورة والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى